اذا انا اتحدى اذا وانا دائما اتحدى اتحدى هاي مشكلة اردال قالك كلمة شوية يعني انا اريد اليوم من رئيس هيئة النزاهة ايدزدجنا محلف وطي التقرير مالتي يروح يجيب عينات من عمل محافظة واسط او عمل بعض المحافظات حتى لا يقولوا استهداف شخصي لفلان وفلان وفلان خلي يشوفون هاي العينات هل فعلا مطابقة المواصفات ثق واعتقد اذا طلعت مطابقة للمواصفات الا اعتزل سياسيا وشن اللي يخليك متأكد انها غير مطابقة في كل المحافظات هو سؤال هذا الان لا 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 انا اتسألك جواب اصلا بالمناسبة العين المجرد اسمعني اسمعني العين المجردة العين المجردة للمواد اللي دخلت داخل المواصفات لوجودها سانو ماردة يعني افصح عنها للاخوان ثاني يوم رئيسا يروح يعدلوها زين العين المجردة والنشر داخل مواقع التواصل لكثير من الامور اللي حثت تعال شوفها تعال انت جنابك اليوم قيس الاسفلت قيس الصاب قيس الحديد قيس الامور الاخرى شوف النسب حلل النتائج حلل المواد اللي موجودة حلل النسب المالية انت شايف لك شاشات شاشات تنصب قبل سنتين ثلاثة يجون هسي يسون عليها الاجنة ويدقل لها منصوبة وتعالوا وقعوا غصبا عليكم من ما يوقع يطيحون حظة شاشات شاشات بعد شنو شاشات من تشرب محافظة واسط روح اسأل عليها اسأل علي اقلم هاي الشاشات حتى الى درجة تعالوا وقعوا ما يوقع كيف لك الله يبهذلوه اسأل ليش نقلوا مهندس من الكوت للحفرية بسبب مستشفى استثماري اهلي واسأل ذول المستثمرين الثنيا هل عندهم الامكانية المالية لإقامة هذا المستشفى اللي هو 17 مليار على الورق وتحده يعني انت قيمة السرير الواحد بالمستشفى يا قياسة الدولة يقول 750 على ما اعتقد الف دولار عميهم 500 الف دولار تعال قيسها على أوطأ العطاءات 500 الف دولار تعال قيسها وشوفها وذيش الساقيس تعال شوف المصائب اللي موجودة زين هل ما استطاعت كل اجهزة الدولة العراقية ان تحصر الصرف داخل الانتخابات البذخة الغير طبيعي انت روح اسأل اليوم تعال سير علينا بالكوت او غير محافظة سير ناردره بالكوت لانا انا سامع من الكوت اقعد بالقهاوي اسمع شنو نعرض على بعض ما يسمى بشيوخ العشائر واكشيوخ عشائر اليف وباء على قولتهم ابو الخمسة مليون وبالعشرة مليون انا اقول هذا سمعت بالشارع ما انا حالي حال اي مواطن سمعت غير الدولة العراقية تحقق فعلا اكو قد حتى احفظ هسا اذا ماكو حتى احفظ كرامة ذولة اللي 24 ساعة يستهلكون بالشارع ويذمون بالشارع وهي ماكو حقاق او اكو حقاق حتى افضحهم اشتركوا في القناة